60 إلى 70% من طلاب الجامعة يغيرون تخصصاتهم في السنة الأولى من التحاقهم بها لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا الطريقة الصحيحة لاختيار التخصص الأنسب لهم الآن اختصر الطريق وتعلم كيف تختار تخصصك الجامعي أثناء دراستك للمواد الدراسية المختلفة أي المواد كنت تميل لها وتجد في تعلمها متعة أكبر أولاً اكتشف ميولك هواياتك ستدلك لميولك ولمعرفة هواياتك معرفة جيدة اختهق بالبرامج الصيفية المتنوعة أكثر من القراءة والاطلاع في المجالات المتنوعة راقب هواياتك وأعمالك التي تبدع فيها وركز في المواد التي تدرسها أيها ميولك ثانياً اكتشف ذاتك فيلم الذكاءات المتعددة على بوابة موهبة سيساعدك في اكتشاف قدراتك والنقاط القوة لديك وتحديد المهنة الأنسب لك ثالثاً حدد أهدافك وخطط لها ولتحديد أهدافك اسأل نفسك ما أحلامي التي أرغب في تحقيقها ما الهوايات التي أحب ممارستها في أوقات فراغي ما هي نقاط الضع التي أشعر أنني بحاجة لتقويتها ما للأشخاص الذين يمكنني التواصل معهم ليفيدوني في اختيار التخصص وما الاختبارات التي أحتاج للتدرب عليها قبل الدخول لها ضع خطة لذلك رابعاً ابحث عن جامعتك اجمع معلوماتنا للجامعات والتخصصات المتوفرة حدد مجموعة من الجامعات التي ترغب في اختيارها اذهب في زيارة لهذه الجامعات استعين بشخص يعمل في الجامعة الذي يرشدك وادرس تكلفة الجامعات التي اخترتها خامساً رشح تخصصك الجامعي وللقيام بذلك اطرح هذه الأسئلة على نفسك هل معدل الدراسي يناسب التخصصات التي رشحتها؟ هل مجالي يناسب هذه التخصصات؟ هل قدراتي تناسب هذه التخصصات؟ وهل ميولي تتوافق مع هذه التخصصات؟ اختر تخصصك المناسبة الآن وتذكر لتختار التخصص الأنسب لك لست بحاجة إلى ضربة حول فقط اكتشف ميولك حدد أهدافك وخطط لها نتمنى لك حظاً موفقاً اشتركوا في القناة